إنها مزيفة هو أبلغ وصف حتى الآن للانتخابات الرئاسية التي يريد النظام السوري إجراءها في نهاية شهر أيار الحالي متحديا الجميع بالدعاء استقرار مفترض في البلاد المستباحة أكثر من خمسين مرشحا حتى الآن ينتظر أن تبت المحكمة الدستورية بترشيحاتهم أصبح حديث الشارع المعارض والمؤيد الذي ينظر لهم باستخفاف مع إدراكه للعبة الديمقراطية المزيفة التي أظهرها المرشحون أنفسهم عبر دعمهم لبشار الأسد المنافس المفترض لهم بالانتخابات الرئاسية هذا الأخير الذي يأبى أو هكذا يصور حاليا أن يبقى في منصبه بالتسكية أو البيعة كما كان سابقا وهي ورقة روسية جاء وقتها لتلميع صورة الأسد رغم الردود التي ترى في الانتخابات تحديا لمسار الحل في الأمم المتحدة والتي أعلنت براءتها صراحة من الانتخابات وفتح مبعوثها جير بيدرسون النار عليها باعتبارها ليست جزءا من العملية السياسية التي ينص عليها القرار 2254 كما تنوي روسيا عبر هذه الانتخابات أن تكون بوابة لفتح ملف الإعمار ورفع العقوبات عن النظام السوري كبداية لإعادة تأهيله على الجانب الدولي لا يرى أحد أهمية لهذه الانتخابات التي لا يمكن أن تكون حرة أو نزيها في جنبات نظام يمنع المساعدات عن شعبه ويستخدمها كسلاح حرب كما تشير وزارة الخارجية الأمريكية في معرض انتقادها للانتخابات الرئاسية في سوريا ومع مضي النظام السوري في مغامرته الجديدة التي لا يظهر أنها تختلف شيئا عن حربه العبثية ضد المدن السورية يبقى السوريون في الداخل والخارج معارضين سواء أو مؤيدين هم الخاسر الأكبر من هذه الانتخابات التي لن تغير شيئا في الواقع السوري فقر وعقوبات ونزوح وسلب حريات وديمقراطية غائبة خرجت الثورة السورية لتعيدها فأغرقها الأسد بالتفاصيل والدماء والدمار